ببساطة شديدة الأهل المبارح لها بشوطين الشوط أول كان بينكو سين كده معقول يعني فين الداء يعني هو شباب بولزداد اللي تقريبا تشبه بعض يعني الشباب بولزداد مش فريق أوش الشوط التاني لا الأهل ما كانتش موجود لدفاعيا بشكل 100% كويس ولا هجوميا بشكل أصلا في وصول حتى لمرمى شباب بولزداد اللي انت بتتكلم عنه ده في الكرة سمتحول أداء وفي ناس بيتسميه شوية بندرة أكثر تشاؤما أنه تراجع في الآداء طيب دايما أي حاجة في الكرة لها سبب ما فيش حاجة بدون سبب طيب هل انت قتكلم دلوقتي على مشاكل دفاعية وكلمت على مشاكل الهجومية واتكلمت على أنه في عيوب كتير كانت ظهر طيب دايما على أي فريق في الدنيا نحط مصطرة ما نيجي نتكلم نحن نتكلم على وحدة سيستم نظام صح أي دفكت في مصارب السيستم ده يبتري يحصل عندنا دفكت أو عيب أقوله أنا بالبلدي معيش والله لو خاط الدفاع ما كانتش كويس فعشان خط الهجوم ما كانتش كويس لو خط الهجوم ما كانتش كويس فعشان خط الدفاع وخط النص مش كويس هيدا فكلها مسماعة ببعض فما كده مليون في المئة طبعا فلما تيجي تتكلم على أنه كان في مشكلة في كذا طب ما مش أصلي ما هي دي اللي أثرت آه هي دي اللي أثرت آه هي دي اللي بتأثر على ما صار بقية الفريق تعال بقى نشوف كيف تحول أداء النادي الآن يلا نشوف من الشغط الأول للشغط الثاني بلقطات بسيطة جدا تبين للناس المشكلة كاتفين بدأنا ازاي وليه كان الأداء كويس وليه بعد كده الأداء تراجع بص هناك هريم طول الوقت في رئة شباب بولس ده بتطلع تعمل ضغط عالي من ثلاثة لأربعة لعبين من ثلاثة لأربعة إما باتنين تحتيهم واحد تحتيه واحد أو بواحد تحتيه ثلاثة فدايماً وبتلع يضغط عليك من الثلاثة الأول عشان ما تعملش عملية البناء بشكل جيد لأنه عارف إنه مشكلة النادي الأهل لأنه فرقة بتحب تبني من تحت فرقة بتحب إنها تعمل عملية تطور الهجمة بسرعة من خلال الاعتماد على العيبة وسط الملعب والخروج الجيد بالكرة تحديداً من محمد عبد المنعم هنا الراجل دايماً بص يا بص هنا كريم هنا الأداء كان لسه بداية المباراة خروج مروان في الصورة اللي قبلها إنه ظهر لمحمد عبد المنعم قدى الفرصة لعلي إنه يستلم بص هنا محمد استلم بتلع له مروان فاللعيب راح بترى يضغط عشان يقفل على مروان راح فاتح هنا لعلي معلول كمل اللي بعدها هنا ابتلعت بص في حركية مروان مش واقف على قعوبه معلول مش قاف على قعوبه إمام بترى يظهر لعلي كمل اللي بعد كمل اللي بعد هتلاقي بص دخل بص مروان كان فين مروان كان ورا خالص طلع قدام جمع اللي تحت. ابترى يخش معهم حسين الشحات. ابترى ينزل مودست. الفريق كله قريب من بعض. في عرض عشرين متر فيه خمس لعبة من نادي الاهلي. كمل لبعده. اللي بعد. بص. مودست نزل. استعلم. حسين. الحسين دخل جهة الملعب في الصورة اللي بعدها. عدة. كمل. سنة الناحة التانية. داخل ضامن معاه اكرم توفيق. كمل. فريم اللي بعد. كمل. فريم اللي بعد. بص لعبة نادي الاهلي يا كريم. كل اللاعبة بتتحرك كل اللاعبة واخدق مكانها امام فتح في الوينج ليفت. ليه امام فتح في الوينج ليفت? عشان حسين داخل بلايميكر تحت. مودست في مكانه. طاهر في مكانه. فانت عشان كنا كان شكلك حلو في الشرط الاولاني. اللعبة بتتحرك. اللاعباء قادرة تظهر اللي بعد. مقربين المسافة. تخش على الفريم اللي بعد. كمان. الفريم اللي بعد. بص. دايما اللاعب اهو. الكرة دي كان لكرة القطع. هنا كمل اللي بعده. كل اللاعبة بتتحرك يا كريم. ما فيش حد واقف. امام برضو فتح الخط ناحية الشمال. مودست فتح في الفرود. طاهر فتح الناحية التانية. حسين هو اللي كان اللاعب اللي اخد الحرية. وبيحاول يتحرك طول الوقت في وسط الملعب عشان ادي حلول. اللي بعد. تلعت الكرة ما كملتش. هاتي الاجمل اللي بعدين. نفس الكلام. لعبة كلها قريبة. بص هنا حسين. داخل انسايد عشان الكرة تتسقط له. فتح هنا امام عشور تحت في المكان اللي لمفترض يبقى فيه مين يا كريم. لمفترض يبقى فيه مين دينا. علي معلول. علي تحت في اخر الصورة مش بين. بين دريعة وتحت. في اخر الصورة لحد الشمال. ومام هو اللي نزل تحت عشان يساهم في عمليات بنقى اللاعبة. كمل. اللي بعد. كمل كمان. ايدي صورة اللي يا جاب باقتها هو عالم كمل و �ه صديقت تحت ايها. الرغم ان اللي مفترض يبقى الوضع مع الكوس. كمل كمان. او الكرة رح اتمن العلي لحسين. راح كرة كان فيها مخالفة وما تحسبتش كامبل اللي بعده. كنت قادر طول الوقت. كل ده اللي بتكلم في اول ربع ساعة. ماشي. قادر طول الوقت تلاقي. طب كامل كمان. كامل كمان. بص بقى. تعال بقى. نشوف انت كنت بتعمل ايه? وكانت ايه المشاكل اللي موجودة عندك? اللي موجودة من قبل كده? اللي ظهرت انبارح. بص يا كريم. دي كانت في مباراة سراميكا. دي كانت مباراة سراميكا في الدوري. كان دايما المشكلة اللي عند النادي الاهلي انك ما بتلاقيش حلول. مش قادر تطلع. بيتضغط عليك. بص يا سراميكا بتعمل معاك هنا ايه? يطلع يضغط عليك بتلات لعيبة. فقفل لك كل زوايا التمرير. فبتضطر. تيجي تحاول تقطع الكرة. تيجي تحاول تطلع الكرة تقطع. الفريم اللي بعده. نفس القصة مبارح. الشوت التاني جيبتلك لقطة واحد. تلات لعيبة. تحتهم واحد. بقيت تضطر تعمل ايه? نسخة تبكل اصل من اللقطة بتاعت جيبتها من المبرسة. بتاعت مبرسة رابيكا. تطلع تضغط عليك من فوق. في اي فريق دلوقتي بقى بيلاقي الاهلي. بيطلع وبيبني كويس وقدر يتحرك. القصة كلها عشان اهلي ده. ويعمل ده. انك لازم اللعيبة تظهر لبعض. تحرك لبعض. زي ما عملت الشوت الاول مبارح. جيت الشوت التاني في اللقطة اللي انا جيبت لك. دلوقتي. ما عملتوش. بتريد تعمل اللعب الطويل. بتريد انك مش قادر ترتكز وتطلع بالتمرير وعملية البناء في التلت الاول من ملعبك بشكل جيد. في النهاية خلاك طول الوقت. مش قادر تاخد الكرة التانية. خلاك طول الوقت بتطلع بالكرة بتطلع بكرات طولية بتفقدها في معظم الوقت بسبب الالتحامات السنوات. عزيما.